اشتركوا في القناة وصفحة 145 وصفحة 146 إلى حدود الصفحة 147 من كتاب اللغة العربية الواضح في اللغة العربية المستوى الرابع ابتدائي إذن أعزائي الكرام متابعي قناة إكورشادلي لنبدأ بالجزء الأول إذن عندنا الجزء الأول بعنوان حب متبادل جزء الأول أن من بداية النص إلى أول مصدرين لخيرات أراضيكم من بداية النص إلى أول مصدرين لخيرات أراضيكم إذن هذين بدأوا ونجاوبوا للأسئلة ديال أتهيأ للقراءة وألاحظ وأتوقع ومن بعد غادي نرجعوا نقرأوا هذا الجزء هذا حيث ديما أتهيأ وأتوقع وألاحظ وأتوقع وألاحظ وأتوقع تكونوا أسئلة ديال قبل القراءة كنتوقعوا كنتأملوا في الصور للعنوان كنتجاوبوا للأسئلة عن طريق توقعات ديالنا ومن بعد نرجعوا نقرأوا الجزء اللي عندنا إذن أفواً السؤال الأول في أتهيأ للقراءة أولاً أتأمل الصور الآتية وأذكر من خلالها صحبة أفراد مجموعة أكبر عدد ممكن من الحرفي والمهاني إذن سنتأمل الصور الآتية وأذكر من خلالها صحبة أفراد المجموعة ديالنا أكبر عدد من الحرف والمهن اللي بدكورها في الصورة إذن نتأمل الصور نلاحظ في هذه الصورة مجموعة من المهن والحرف الصورة الأولى لتاجر أقمشة وتدخل في مجال التجارة الصورة الثانية نساء يقوم بنسجي عفواً الزرابي وهي حرفة يدوية تدخل في المجال الصناعة الصورة الثالثة لفلاح يجمع محصوله وهذه الصورة تدخل في المجال الفلاحة الصورة الرابعة والأخيرة لحداد يقوم بتليين الحديد وتندرج هذه الحرفة في مجال الصناعة إذن لنكتب كما قلنا نلاحظ في هذه الصورة مجموعة من المهن والحرف الصورة الأولى لتاجر أقمشة وتدخل في مجال التجارة الصورة الثانية نساء يقوم بنسجي الزرابي وهي حرفة يدوية تدخل في مجال الصناعة الصورة الثالثة لفلاح يجمع محصوله وهذه الصورة تدخل في مجال الفلاحة والصورة الرابعة والأخيرة لحداد يقوم بثليين الحديد وتندرج هذه الحرفة في مجال الصناعة السؤال الثاني هذا كيبقى لكل واحد منكم غادي اختار حرفة معينة غادي اختار حرفة معينة غادي ارتباء ترتيب غادي يعطي الأسباب دياله على الزعمة هذه اللولة إلى آخرها إذا نمر إلى ألاحظ وأتوقع ألاحظ وأتوقع ما علاقة عنوان النص لهو سر التفوقي بعنوان الجزء الأول حب متبادل إذن عنوان النص كامل اللي هو سر التفوق والعنوان اللي عندي الجزء الأول هو حب متبادل اشتروا العلاقة بيناتهم إذن علاقة عنوان النص سر التفوقي بعنوان الجزء الأول حب متبادل ربما أحد الأشخاص الظاهرين في الصورة سر تفوقه في حرفته وهو وحبه لها أفوا واحترامه للناس أي احترام الناس له إذن علاقة عنوان نص سر التفوق بعنوان جزء الأول حب المتبادل ربما أحد الأشخاص الظاهرين في الصورة سر تفوقه في حرفته وهو حبه لها واحترامه للناس أي احترام الناس له سؤال الثاني أحدد الصورة التي تمثل حرفة الأكثر رواجا بمدينتي أو بقريتي إذن الحرفة الأكثر رواجا في مدينتي هي تجارة الأقميشة ليش في نفس الصورة الأولى نمر إلى السؤال الثالث من خلال العنوان والصور أتوقع مضمون النصي من خلال العنوان والصور أتوقع مضمون النصي إذن من خلال العنوان والصور أتوقع أن يتحدث النص عن حرف مختلفة وسر نجاح الناس الذين يمارسونها من خلال العنوان والصور أتوقع أن يتحدث النص عن حرف مختلفة وسر نجاح الناس الذي يمارسونها لنمر إلى أفهم وأحلل أقرأ النص بصوت مرتفع وأنتبه لعلامات الوقف والمواقف المعبرة عنها وقوم قراءتي بالاحتكام إلى شبكة ملاحظة آداء القراءة إذن لنذهب إلى قراءة الجزء الأول من نص سر التفوق بعنوان حب متبادل ونعود لإتمام الجواب على الأسئلة أفهم وأحلل إذن الجزء الأول عندنا من بداية النص لخيرات أراضيكم أراضيكم أفهم لنبدأ قراءة أفهم صالح من كبار الرجال المدينة كان محبوبا بين أولاده يهتم بشدة بمصلحة أقاربه وجيرانه وهي شغله الشاغل كما كان محبوبا من قبل أهلي المدينة جميعهم جميعهم أفهم الكل يثني عليه بسبب خصاله الحميدة مواقفه النبيلة يحنو على الصغير ويعطف على الكبير يولي اهتماما زائدا بكل من في المدينة خصوصا منهم الثرجار والحرفيون فهو لا يثوانى في زيارتهم والسؤال عن أحوالهم من حين لآخر يتفقد التاجر في متجره والصانع في مصنعه والفلاح في حقله إذا سألت عنه تاجر الأثواب والملابس مثلا يقول لك كل الثياب التي يرتديها هو وأبناؤه من صنع أيدينا خصوصا أقمشة الصوف والكتان التي ننسجها أما الفلاح فيقول لك عنه يشجعنا دوما ويحثنا على الاجتهاد للوصول إلى إنتاج أوفر وجودة عالية لا تضاهيها منتجات أقطار أخرى يخاطب الفلاحين دائما طاعفوا جهودكم حتى تصبحوا أول مصدرين لخيرات أراضيكم أراضيكم عفوا إذن من بعد خيراءة دي الجزء الأول نهد المرة إلى تتمة الأسئلة أو تتمة الأجوبة على الأسئلة دي الأفهم وأحلل إذن السؤال الثالث في أفهم وأحلل أشرح الكلمات الأذية باعتماد السياق أو بالرجوع إلى القاموس خصال يتوانى تضاهيها إذن أشرح الكلمات حسب السياق اللي في النص إذن خصال أي خلق يكون في الإنسان مثلا حسن أو سيء أو صفات خصال أي خلق يكون في الإنسان حسن أو سيء أو صفات يتوانى أي مقصر في عمله أو غير مهتم بين قوسين مهمل يتوانى مقصر في عمله مهمل أو غير مهتم تضاهيها أي تطابقها تماثلها تشبهها تضاهيها تطابقها تماثلها تشبهها إذن نكتب خصال أي خلق يكون في الإنسان حسن أو سيء أو صفات خصال خلق يكون في الإنسان حسن أو سيء أي صفات يتوانى أي مقصر في عمله غير مهتم أو مهمل يتوانى مقصر في عمله غير مهتم أو مهم تضاهيها أي تطابقها تماثلها أو تشبهها تضاهيها تطابقها تماثلها أو تشبهها السؤال الرابع أجيب عما يأتي إذن عندنا سؤال الرابع فيه جميع عدة أسئلة الأول في السؤال الرابع كيف كانت مكانة الوالدة بين أولاده وأهله لماذا؟ كيف كانت مكانة الوالد بين أولاده وأهله لماذا؟ إذن جواب على هذا السؤال هذا كان الأب محبوبا بين أولاده وأهله لأن خصاله كانت حميدة وكذلك مواقفه النبيلة مع الجميع إذن كان الأب محبوبا بين أولاده وأهله لأن خصاله كانت حميدة وكذلك مواقفه النبيلة مع الجميع إذن كان الأب محبوبا بين أولاده وأهله لأن خصاله كانت حميدة وكذلك مواقفه النبيلة مع الجميع حدد الكاتب في الجزء الأول حرفتين أذكرهما وأبين على ما تعتمد كل واحدة منهما حدد الكاتب في الجزء الأول حرفتين أذكرهما وأبين على ما تعتمد كل واحدة منهما إذن الحرفتين الذين ذكرهما الكاتب هما تجارة الأثواب والفلاحة إذن الحرفتين الذين ذكرهما الكاتب هما تجارة الأثواب والفلاحة ونبين على ما تعتمد كل واحدة منهما مثلا تاجر أثواب يعتمد على الأقمشة من الصوف والكتان والفلاحة تعتمد على الإنتاج والجودة والاجتهاد للحصول على منتوج أوفر إذن منتوج أوفر إذن كما قلنا الحرفتين التي ذكرهما الكاتب هما تجارة الأثواب والفلاحة على ما تعتمد كل واحدة منهما تعتمد تجارة الأثواب على الأقمشة من الصوف والكتان والفلاحة تعتمد على الإنتاج والجودة والاجتهاد للحصول على منتوج أوفر أيهما تفضل ولماذا علل جوابك هنا أعفوان اسمته الجواب أي الحرفتين الذي ذكرهما الكاتب إذن أيهما تفضل أفضل أفضل الفلاحة ولماذا؟ لأن بفضلها يصلنا الغذاء اللازم من حياتنا من خضروات لحياتنا من خضروات وفواكه وقمح إذن أفضل الفلاحة لأن بفضلها يصلنا الغذاء اللازم لحياتنا من خضروات وفواكه وقمح إذن لنعيد جواب دي السؤال الرابع كامل كان الأب محبوبا بين أولاده وأهله لأن خصاله كانت حميدة وكذلك مواقفه النبيل مع الجميع الحرفتين اللاتين ذكرهما الكاتب هما تجارة الأثواب والفلاحة تعجل الأثواب يعتمد على الأقمشة من الصوف والكتان والفلاحة تعتمد على إنتاج والجودة والإجتهاد للحصول على المنتوج أو فر أفضل الفلاحة لأن بفضلها يصلنا الغذاء اللازم لحياتنا من خضروات وفواكه وقمح نمر إلى أركب وأقوم سؤال أول ألخص شفاهيا هذا الجزء من النص في ثلاث جمل مفيدة بعد تحديد أفكارها الرئيسية ووضع عنوان مناسب إذن سنخص أفوان الجزء من النص في ثلاث جمل مفيدة بعدها أو من بعد من حدو الأفكار الرئيسية أو أولا وهذه الخصو النص في ثلاث جمل مفيدة وهذه نضعه عنوان مناسب إذن الأفكار هي حب الأهل والناس لصالح بسبب أخلاقي الحميدة تشجيع صالح للتجار والحرفيين مخاطبته للفلاحين لأجل مضاعفة الجهود والعنوان الجزء الأول صالح المحبوب الرجل المحبوب مثلا صالح المحبوب الرجل المحبوب إذن أفكار رئيسية النص في ثلاث جمل المفيدة حب الأهل والناس لصالح بسبب أخلاقي حميدة تشجيع صالح للتجار والحرفيين مخاطبته للفلاحين لأجل مضاعفة الجهود عنوان مناسب لنا صالح صالح المحبوب الرجل المحبوب إذن من بعد أفكار الرئيسية في ثلاث جمل المفيدة وحددنا عنوان الجهود الأول ننظر هذا الملخص التلخيص لدرنا صالح رجل من كبار المدينة يحبه ألو وجيرانه بسبب صفاته الحميدة وموقفه النبيلة يتم كثيرا بالتجار والحرفيين ولا يلبس إلا الثياب التي صنعت يدويا ويحث الفلاحين دائما على الجد ومضاعفة الجهود للحصول على إنتاج وفير وجودة عالية إذن صالح رجل من كبار المدينة يحبه أهله وجيرانه بسبب صفاته الحميدة ومواقفه النبيلة يتم كثيرا بالتجار والحرفيين لا يلبس إلا الثياب التي صنعت يدويا ويحث الفلاحين دائما على الجد ومضاعفة الجهود للحصول على إنتاج وفير وجودة عالية لنعيد الجواب للسؤال الأول كامل إذن أفكار رئيسية حب للتجارة والحرفيين مخاطبته للفلاحي لأجل مضاعفة الجهود العنوان المناسب لجهز الأول صالح المحبوب الرجل المحبوب المرخص صالح رجل من كبار المدينة يحبه أهله وجيرانه بسبب صفاته الحميدة ومواقفه النبيلة يهتم كثيرا بالتجار والحرفيين ولا يلبس إلا الثياب التي صنحت يدويا ويحث الفلاحين دائما على الجد ومضاعفة الجهود للحصول على إنتاج وفير وجودة عالية نمر إلى السؤال الثاني السعر ما قد تقول إليه أحداث القصة إذن ربما قد يشجع صالح أبناءه على ممارسة إحدى الحرف ربما يفتتح صالح شركة أو مصنع للنسيج إذن هنا توقعنا ما ستقول إليه القصة بأكملها إذن ربما قد يشجع صالح أبناءه على ممارسة إحدى الحرف أو ربما يفتتح صالح شركة أو مصنع للنسيج السؤال الثالث أذكر بعض الألبسة التي كانت ونزلت تصنعها باليد إذا نذكر بعض الألبسة التي كانت تصنعها باليد وما زال تلبس الأحد الآن هي مصنعة باليد بعض الألبسة التي كانت تصنعها يدويا مثلا القفطان الجلباب الثالثة إلى آخر هناك الكثير السلهام إلى آخر إذن بعض الألبسة التي كانت تصنعها يدويا قفطان جلباب الثالثة الثالثة السلهام من قبل أهل المدينة كان المريض يحض باهتمام الأطباء كان المريض يحض باهتمام الأطباء إذن هنا عدين كرو سنين الجزء الأول من النص المسترسل لنمر إلى الجزء الثاني نصائح قيمة جزء الثاني من أما الصناع إلى وابتكر زورق يشغل بالطاقة الرحية من أما الصناع إلى وابتكر زورق يشغل بالطاقة الرحية إذن كما قلنا قد نجاوب ولا أتهيئ للقراءة وألاحظ وأتوقع ومن بعد قد نرجع ونقرأ هذا الجزء اللي عندنا إذن أتهيئ للقراءة من أين يستلهم أبناء صالح ميولاته من مهنية والمستقبلية من أين يستلهم أبناء صالح ميولاته من مهنية المستقبلية إذن يستلهم أبناء صالح ميولاته من مهنية المستقبلية من والدهم ومن خلال نصائحه لهم إذن يستلهم أبناء صالح ميولاتهم المهنية المستقبلية من والدهم ومن خلال نصائحه لهم ألاحظ وأتوقع أتأمل الصورة المعروضة وأبني انطلاقا من العنوان هذا الجزء وما جاء في الصورة تصورا حول ما قد تقول إليه أحداث القصة إذن نتأمل الصورة اللي عندنا ناية وغادي نحاول نبنيه انطلاقا من هذا العنوان وما جاء في الصورة وغادي نحاول نقول ما قد تقول إليه قصة إذن انطلاقا من الصورة والعنوان اللي هو نصائح قيمة قد تقول أحداث القصة إلى تقديم الأب صالح لأبنائه نصائح لأجل اختيار مهنة لها علاقة بالبحر وقد تكون الصيد أو الإبحار إذا نذكر قد توقع ديلي إذا لنكتب انطلاقا من الصورة والعنوان قد تقول الأحداث إلى تقديم الأب صالح لأبنائه نصائح لأجل اختيار مهنة لها علاقة بالبحر وقد تكون الصيد أو الإبحار عفواً إذن دابع ندوزه أفهم وأحلل أفهم وأحلل أقرع النص بصوت مرتفع وأنتبه لعلامات الوقوفي أقوم قراءتي بالاحتكام إلى شبكة ملاحظة الأداء القرائي إذا لنعود إلى الجزء اللي لدينا وغادي نقرأه ونعود رجعه لنجاوبه إلى الأسئلة دي ألاحظه وأتوقع إذا الجزء الثاني من أما الصناع في مصانعهم فيعرفونه جيدا إلى لأنه كثير الزيارات لهم يتفحص ما صنعوا بل يشجعهم بشراء بعض منتجاتهم يقلب القطعة بين يديه ليتأملها جيدا وكأنه خبير ثم يدفع ثمنها بدون مساومة فقط يطلب من الصانع العمل على الارتقاء عفوا بمستوى صناعته وأن يشهد ليبتكر جديد في مجال علمه هذا وكان لصالح ثلاثة أبناء أنورو وأنسو وهبتو وكان يقول لهم لن يستطيع الجاهل أن يلجح لذلك هيأت لكم أفضل المدربين والمعلمين مربين والمعلمين لكن العلم لا يكتمل إلا بالمشاهدة والتجربة ومعاية أهل الصناعة والفلاحة والتجارة وعلى كل واحد منكم أن ينمي ما يتفق مع ميوله واستعداداته نتيجة تشجيع الأب استعدادات عفوا نتيجة تشجيع الأب اهتم أنورو الإبن الأكبر بعلم الآلات والحيل الميكانيكية فعرف أسرار الصناعة الساعات وتعلم صناعات الآلات الفلاحية وكذلك اهتم بعلم الملاحة وأثر الرياح في تسيير السفن وابتكر زورقا يشتغل بالطاقة الريحية إذن من بعد قراءة دي الجزء الثاني غدا رجعو نكملو الجواب الأجوبة دي الأسئلة دي الأفهم وأحلل إذن أفهم وأحلل السؤال الثالث أبرزو العلاقة بين ما انتهت إليه أحداث الجزء السابق من النص وبداية هذا الجزء إذن غدا رجعو نبرزو العلاقة اللي انتهت بها الأحداث السابقة للجزء السابق دي الجزء الأول وبداية هذا الجزء إذن انتهت أحداث الجزء الأول عند الفلاح وبدأت عند الصناعة بأن صالح كان كثير الزيارات لهم ويشجعهم ومن خلال مخالطته وزيارته للصناع والتجار والفلاحين استطاع أن يعرف ما يحتاجه إذن انتهت أحداث الجزء الأول عند الفلاح وبدأت عند الصناع لأن صالح كان كثير الزيارات لهم ويشجعهم ومن خلال مخالطته وزيارته للصناع والتجار والفلاحين استطاع أن يعرف ما يحتاجه السؤال الرابع ماذا قال الصانع عن أحوال حرفته ولماذا يعمل كل صانع على ارتقاء بمستوى صناعته لماذا قال الصانع عن أحوال حرفته ولماذا يعمل كل صانع على الارتقاء بمستوى صناعته إذن قال الصانع عن أحوال حرفته أنها جيدة ولماذا يعمل كل صانع على الارتقاء بمستوى صناعته يعمل كل صانع على الارتقاء بمستوى صناعته من أجل ابتكار جديد في مجال علمه يعمل كل صانع على الارتقاء بمستوى صناعته من أجل ابتكار جديد في مجال علمه قال الصانع عن أحوال حرفته أنها جيدة يعمل كل صانع على الارتقاء بمستوى صناعته من أجل ابتكار جديد في مجال علمه السؤال رقم خمسة ماذا هي الأب لأبنائه وبماذا نصح كل واحد منهم إذن هي الأب لأبنائه أفضل المربين والمعلمين والمعلمين وبماذا نصح كل واحد منهم ونصح كل واحد منهم أن ينمي ما يتفق مع ميوله واستعداداته إذن هي الأب لأبنائه أفضل المربين والمعلمين ونصح كل واحد منهم أن ينمي ما يتفق مع ميوله واستعداده إذن نعيد هيأ الأب لأبنائه أفضل المربين والمعلمين ونصح كل واحد منهم أن ينمي ما يتفق مع ميوله والسعداداته السؤال الرقم الس بماذا اهتم الإبن الأكبر وماذا ابتكر إذن اهتم الإبن الأكبر بعلم الآلات والحيال الميكانيكية وماذا ابتكر ابتكر زورقا يشغل بالطاقة الريحية إذن اهتم الإبن الأكبر بعلم الآلات والحيال الميكانيكية وابتكر زورقا يشغل بالطاقة الريحية ابتكر زورقا يشغل بالطاقة الريحية السؤال الرقم الس أحدد الأفكار الرئيسية وأبني منها خارجة خريطة معرفية لهذا الجزء إذن سنحضر الأفكار الرئيسية ونبني كما مطلوب مننا خريطة معرفية لهذا الجزء إذن الأفكار الرئيسية زراعة زيارة صالح للصناع وتشجيعهم بشراء بعض المنتجاتهم هي أصالح لأبنائه ثلاث أفضل مربين والمعلمين نصائح وتوجيهات الأب لأبنائه باختيار ما يتفق مع ميولاتهم والسداداتهم اهتمام الإبن الأكبر بعلم الآلات والحياة الميكانيكية ابتكار زورق يشتغل بالطاقة الريحية الأفكار الرئيسية زيارة صالح للصناع وتشجيعهم بشراء بعض منتجاتهم هي أصالح لأبنائه الثلاث أفضل المربين والمعلمين نصائح وتوجيهات الأب لأبنائه باختيار ما يتفق مع ميولاتهم واستعداداتهم اهتمام الإبن الأكبر بعلم الآلات والحياة الميكانيكية ابتكار زورق يشتغل بالطاقة الريحية إذن السؤال الأخير فأفهم وأحلل السؤال رقم 8 أستخرج من هذا الجزء كلمات تنتمي لمجال الصناعة ثم أولد منها ما أمكن من المشقات قرأة السؤال استخرج من هذا الجزء كلمات تنتمي لمجال الصناعة ثم أولد منها ما أمكن من المشقات ثم أولد من المشقات إذن الكلمات التي تنتمي لمجال الصناعة هي صناع منتجات آلات إذن بنسبة صناعة المشتقة ديالها مصانع صناعة صانع مصنع مصنعات مصنوع أما بخصوص منتجات منتج منتوج انتاج أنتج بخصوص كلمات الآلات آلة آلية مآل إذن كما قلنا الكلمات التي تنتمي لمجال الصناعة هي الصناع منتجات الآلات المشتقة ديالكلمة صناع مصانع صانع مصنع مصنع مصنعات مصنوع أما بخصوص منتجات منتج منتوج انتاج أنتج وبخصوص كلمة الآلات آلة آلية مآل إذن نكون سألين أفم وأحلين عند المرة إلى أركب وأقوم إذن السؤال الأول ألخص شفاهياً هذا الجزء من النص في ثلاث جمال مفيدة وأقترح له عنواناً مناسباً إذن تشجيع صالح للصناعة من أجل الارتقاء بمستوى الصناعة وابتكار جديد تهيئ عفواً صالح لأبنائه الثلاث أفضل المربين والمعلمين اختيار الإبن الأكبر لعلم الآلات والحيل والابتكاره لمركب يستغله بالطاقة الريحية إذن اختيار الإبن الأكبر لعلم الآلات والحيل والابتكاره لمركب يستعمل بالطاقة الريحية تشجيع صالح للصناعة من أجل الارتقاء بمستوى صناعته وابتكار جديد تهيئ صالح لأبنائه الثلاث أفضل المربين والمعلمين اختيار الإبن الأكبر لعلم الآلات والحيل والابتكاره لمركب تستعمل بالطاقة الريحية السؤال الثاني كل ما قاله الأب لأبنائه كان مهما وحافزا لهم في اختيار ما يميلون إليه ودفعهم إلى جانب العلم أن يشاهدوا ويجربوا إذن كل ما قاله الأب لأبنائه كان مهما وحافزا لهم في اختيار ما يميلون إليه ودفعهم إلى جانب العلم أن يشاهدوا ويجربوا لنعيد كل ما قاله الأب لأبنائه كان مهما وحافزا لهم في اختيار ما يميلون إليه ودفعهم إلى جانب العلم أن يشاهدوا ويجربوا أتثبت من صحة التوقعات التي طرحتها قبل بداية القراءة وأناقشها التوقعات كانت قريبة شيئاً ما إذا سألنا الجزء الأول لنمر الأول فان سألنا الجزء الثاني نصائح قيمة من أما الصناع إلى وابتكر زورقاً يشغل بالطاقة الرحية لنمر إلى جزء الثالث إذا نمر إلى جزء الثالث اختيارات متباينة جزء الثالث من أما أنس الإبن الأوسط إلى شفاء هذا المرض أو ذاك إذا كالمعتاد سألنا نجاوب على أتهيئ القراءة وألاحظه وأتوقعه من بعد درجة القراءة هذا الجزء إذا ماذا اختار أنور وما رأيك في اختياره إذا اختار أنور علم الآلات والحيال الميكانيكية اختياره جاء نتيجة تشجيع وارده له وتوجيهاته الدائمة ونصائحه بالاهتمام بالعلم إذا اختيار أنور علم الآلات والحيال الميكانيكية إختياره جاء نتيجة تشجيع وارده له وتوجيهاته الدائمة ونصائحه بالاهتمام بالعلم اختار أنور علم الآلات وحية الميكانيكية اختياره جاء نتيجة تشجيع والده له وتوجيهاته الدائمة ونصائحه بالاهتمام بالعلم نمر إلا ألاحظ وأتوقع أتحدث عن ما أشائده في الصورتين ثم أتحرى الصلة بينها وبين الأحداث التي رواها السارد في الجزء الثاني إذن سنحاول نركز في الصورتين ونحاول نتحرى الصلة بينها بالأحداث التي رواها السارد في الجزء الثاني إذن الصورة الأولى عبارة عن نقراب نحاسي نقراب نحاسي الصورة الثانية ربما طبيب اختصاص وعلم التداوي بأن هناك محاليل أمامها مجهر إلكتروني حديث يبدو أن هذه الصور لها علاقة بالاختبارات المختلفة لأبناء صالح المذكورة بعدها في الجزء الثاني من النص دانت الصورة الأولى عبارة عن مقراب نحاسي والصورة الثانية ربما طبيب اختصاص وعلم التداوي لأن هناك محاليل أمامها مجهر إلكتروني حديث يبدو أن هذه الصور لها علاقة بالاختبارات المختلفة لأبناء صالح المذكورة بعدها في الجزء الثاني من النص نمر إلى السؤال الثاني من ألاحظ وأتوقع إذن السؤال الثاني أبني انتلاقا من عنوان هذا الجزء اختيارات متبعينة الصورتين المرافقتين وباعتماد الكلمات الآتية توقعا لما قد تقول إليه أحداث النص إذن أبني انتلاقا من عنوان هذا الجزء اختيارات متبعينة والصورتين المرافقتين باعتماد الكلمات الآتية توقع لما قد تقول إليه أحداث النص إذن من عنوان هذا الجزء اللي هو اختيارات متباينة والصوراتي اللي كانوا اللي كنا شفنا قبيلة والاعتماد لله الكلمات هذو اللي توقعوا ما قد تقول إليه أحداث النص إذن الكلمات اللي عندنا بعلمي أما أخته اهتم الابن الأوسط بعلمي الصيدلة البصريات فقدي اهتمتي إذن من خلال الكلمات نحاوذو نتعمد عليهم توقعوا ما قد تقول إليه أحداث النص إذن انتلاقا من العنوان اختيارات متباينة والصور المرافقة أتوقع أن يهتم الابن الأوسط بعلم البصريات أما أخته فكان اهتمامها بعلم الصيدلة إذن انتلاقا من العنوان اختيارات متباينة والصور المرافقة أتوقع أن يهتم الابن الأوسط بعلم البصريات أما أخته فكان اهتمامها بعلم الصيدلة انتلاقا من العنوان والاختيارات المتباينة والصور المرافقة أتوقع أن يهتم الابن الأوسط بعلم البصريات أما أخته فكان اهتمامها بعلم الصيدلة إذن لنمر إلى أفهم و أحلل أقرأ النص مع صديقتي أو صديقي بصوت مرتفع و أنتبه لعلامات الوقف و قويم قراءتي اعتمادا على شبكة ملاحظة الأذاء القرائي إذن رجعوا النص و نحاول نقرأ الجزء الثاني و نكمل أجوبة الأسئلة إذن الجزء الثالث عندنا من أما أنسو الابن الأوسط إلى المراضي أو ذاك في الصفحة المولية صفحة 24 إذن لنقرأ الجزء الثالث نقرأ أما أنسو الابن الأوسط فقد اهتم بعلم البصريات و درس ما كتبه علماء العرب عن تشريح العين و كيف تنتقل عدسة العين الصورة إلى المخ كما درس علم المراية و أثر المراية المسطحة و المحدبة و المقعارة في عكس الصورة بنفسها أو عفوا في عكس الصور بنفس شكلها أو مع تشويه أشكالها وتغييرها و عرف كيفية صنع العدسات وتركيب المناظير التي تساعد على تقريب الأشياء البعيدة أما الأخت الصغرى هبته فقد اهتمت بعلم السيدلة و بأسرار الشفاء عن طريق استخدام الأعشاب الطبية المختلفة كما درست أساليب استخلاص المواد الفعالة من بعض النباتات الطبية عن طريق الغلي أو التقطير أو العصر و ما يماثل ذلك من أساليب حتى برعت في ذلك وأصبح أرباب الصناعة السيدلية و المختبرات يقصدونها لاستشارتها في أثر بعض المراهم والمحليل أو الفتائلة والأشربة في شفاء هذا المرض أو ذاك إذن بعد قراءة الجزء الثالث سوف نرجع للأفهم والأحلل و نحاول نجابها للأسئلة إذن السؤال الثالث أذكر بما انتهت إليه أحداث الجزء الثاني من هذا النص أذكر بما انتهت إليه أحداث الجزء الثاني من هذا النص إذن انتهت أحداث الجزء الثاني من هذا النص باختيار الإبن الأكبر لعلم الآلات والحياة الميكانيكية وتعلم عدة صناعات وابتكار زورق يشغل بالطاقة الرحية إذن انتهت أحداث الجزء الثاني من النص باختيار الإبن الأكبر لعلم الآلات والحياة الميكانيكية وتعلم عدة صناعات وابتكار زورق يشغل بالطاقة الرحية لنعيد انتهت أحداث الجزء الثاني من النص باختيار الإبن الأكبر لعلم الآلات والحياة الميكانيكية وتعلم عدة صناعات وابتكار زورق يشغل بالطاقة الرحية السؤال رقم 4 بماذا هتم أنس الإبن الأوسط وعمن أخذ علمه لنعيد بماذا هتم أنس الإبن الأوسط وعمن أخذ علمه إذا اهتم أنس الإبن الأوسط بعلم البصريات وأخذ علمه مما كتب علماء العرب عن تشريح العين إذا إهتم أنس الإبن الأوسط بعلم البصريات وأخذ علمه مما كتبه علماء العرب عن تشريح العين ينعيد أذكر العلوم الواردة في هذا الجزء إذن العلوم الواردة في هذا الجزء هي علم البصريات علم المرايا علم الصيدلة إذن كما قلنا العلوم الواردة في هذا الجزء هي علم البصريات علم المرايا علم الصيدلة لنمر إلى السؤال الثالث استخرج من النص كلمات تنتمي لمجال علم البصريات استخرج من النص كلمات تنتمي لمجال علم البصريات وأبحث عن بعض مشتقاتها استخرج من النص كلمات تنتمي لمجال علم البصريات وأبحث عن بعض مشتقاتها إذن البصريات أبصارة إذن عفوان الكلمات التي تتمين لمجال علم البصريات هي شريح عدسة محدبة بخصوص مشتقات لكل هذه الكلمات المشتقات لكلمات البصريات أبصارة البصر إبصار إستبصر بصيره بصائره إذن مشتقات كلمات البصريات أبصارة البصر إبصار إستبصر بصيره بصائر بخصوص مشتقات كلمة تشريح إنشراح شرائح مشرحة منشرح مشارح ومشتقات كلمة عدسة عديسة عادسة العديسة العديسة عدس أما بخصوص مشتقات كلمات محدبة محدب تحديب أحدب تحديب حذبات حذباء إذن نكتب إذن كما قلنا كلمات التي تنتمي إلى مجال علم البصريات هي تشريح عدسة عدسة محدبة إذن المشتقات دل كل هذه الكلمات عندنا مشتقات كلمة تشريح هي أبصر البصر إبصار استبصر بصير بصائر بصيرة عفون مشتقات كلمة تشريح إنشراح شرائح مشرحة متشرح مشارح مشتقات كلمة عدسة عديسة عادس عدسات العديسة عدس مشتقات كلمة محدبة محدب تحديب أحدب حذبة حذباء السؤال رقم سبعة بماذا هتمت الأخت الصغرى هبة وماذا درست عفوا بماذا هتمت الأخت الصغرى هبة وماذا درست إذن هتمت الأخت الصغرى هبة بعلم السيدرة وبأسرار الشفاء عن طريق عن طريق استخدام الأعشاب الطبية المختلفة ودرست أساليب استخلاص المواد الفعالة من بعض النباتات الطبية إذن هتمت الأخت الصغرى هبة بعلم السيدرة وبأسرار الشفاء عن طريق استخدام الأعشاب الطبية المختلفة ودرست أساليب استخلاص المواد الفعالة من بعض النباتات الطبية إذن اهتمت الأخت الصغرى هيبة بعلم السيدلة وبأسرار الشفاء عن طريق استخدام الأعشاب الطبية المختلفة ودرست أساليب استخلاص المواد الفعالة من بعض النباتات الطبية السؤال الرقم 8 مماذا تستخلص الأدوية والمواد العطرية؟ أسمي بعضها إذن نستخلص الأدوية والمواد العطرية من بعض النباتات الطبية مثل الصبار، البابونج، القرنفل، الحلبة، الزعتر، الأوكاليبتوس، الخزامة وإلى آخره والقائمة طول إذن نستخلص الأدوية والمواد العطرية من بعض النباتات الطبية مثل الصبار، البابونج، القرنفل، الحلبة، الزعتر، الأوكاليبتوس، الخزامة نستخلص الأدوية والمواد العطرية من بعض النباتات الطبية مثل الصبار، البابونج، القرنفل، الحلبة، الزعتر، الأوكاليبتوس، الخزامة السؤال رقم تسعة أحدد عنوين فقرات هذا الجزء أحدد عنوين فقرات هذا الجزء إذن كما قلنا هناك جزء فقرات لهما علم البصريات التداوي بالآشاب العنوان الأول علم البصريات العنوان الثاني الفقرة الثانية التداوي بالآشاب إذن سألين أفهم وأحلل أنا مر إلى أركب وأقوم إذن السؤال الأول ألخص شفهيا هذا الجزء من النص في ثلاثة جمل فعلية وأقترح له عنوان المناسب إذا رغبنا للخص هذا الجزء أفوان في ثلاثة جمل فعلية ما تنسوش فعلية وغاد ينقصرح له عنوان مناسب إذن إهتمام أنس بعلم البصريات الجمل الأولى تعلم أنس كيفية صنع العدسات وتركيب المناظر إهتمام أنس بعلم السيدرة ودراسة أساليب استخلاص الموال فعالة من النباتات الطبيعية طبية أفوان العنوان العلوم الطبية إذن إهتمام أنس بعلم البصريات تعلم أنس كيفية صنع العدسات وتركيب المناظر إهتمام هبا بعلم السيدرة ودراستها أساليب استخلاص الموال فعالة من النباتات الطبية العنوان العلوم الطبية إهتمام أنس بعلم البصريات تعلم أنس كيفية صنع عدسات وتركيب المناظر إهتمام هبا بعلم السيدرة ودراستها أساليب استخلاص الموال فعالة من النباتات الطبية العنوان العلوم الطبية السؤال الثاني أبدي رأيي بالعلم الذي اهتم به الابن الأوسط أنسو رأينا في العلم الذي اهتم به الابن الأوسط أنسو إذن العلم الذي اهتم به أنسو الابن الأوسط هو علم تخصص يعني بفحص مشاكل الإبصار وعلاجها التي تشمل قصر النظر والحول وقد كان لتوجيهات الأب صالح دور مهم في اختيار أنس لمجاله إذن العلم الذي اهتم به أنس الابن الأوسط هو علم تخصص يعني يعني بفحص مشاكل الإبصار وعلاجها التي تشمل قصر النظر والحول وقد كان لتوجيهات الأب صالح دور مهم في اختيار أنس لمجال دراساته أتثبت من سيحة التوقعات التي طلعتها قبل بداية القراءة وقارنها بما توصلت إليه إذن أعزائي الكرام تهيئ للقراءة سؤال أول في أتهيئ للقراءة كما سبقنا وقلنا قديما تنجابوا لأجوبة للأتهيئ للقراءة والألاحظ وأتوقع بعد أن نقرأوا ماذا فضل كل من أنس وهيبة وكيف تجد خياراتهما إذن ماذا فضل كل من أنس وهيبة أكمل أنس علم البصريات وهيبة علم الصيدلة أكمل أنس علم البصريات وهيبة علم الصيدلة وأرى أن اختيارهما صعب بفعل تشجيع والدهما الذي يعرف قيمة العلم ألاحظ وأتوقع أصف ما أشاهده في الصورة ثم أبين العلاقة بينها وبينما قرأته في الأجزاء الثلاث السابقة من هذا النص إذن نحاول أن نشاهد هذه الصور التي لدينا ونحاول أن نبين العلاقة بناتها وبينما قرأناه من أجزاء سابقة إذن ألاحظ في الصور مجموعة من الهوايات المطالعة لعب الشطرنج والفروسية وهذه الهوايات ربما لها علاقة باهتمامات وهوايات أبناء صالح ألاحظ في الصور مجموعة من الهوايات من الهوايات التي ألاحظ في الصور مجموعة من الهوايات هوايات المطالعة لعب الشطرنج والفروسية وهذه الهوايات ربما لها علاقة باهتمامات وهوايات أبناء صالح السؤال الثاني أتوقع انطلاقا من عنوان هذا الجزء من النص وباعتماد الكلمات الآتية ما قد تقول إليه أحداث الأحداث أتوقع أن الاخوة الثلاث سيتنافسون فيما بينهم في بعض الهوايات التي نشأ على إثرها من خلال العنوان أخوة صالحة أتوقع أن الاخوة الثلاث سيتنافسون فيما بينهم في بعض الهوايات التي نشأ على إثرها ألفة وأخلاق فاضلة بينهم من خلال العنوان أخوة صالحة أتوقع أن الاخوة الثلاث سيتنافسون فيما بينهم في بعض الهوايات التي نشأ على إثرها ألفة وأخلاق فاضلة بينهم إذن نمر إلى أفهم وأحلل أقرأ النص بصوتي المرتفعين وأقلد أستاذي وأستاذتي وأستاذي مع انتباه لعلامات الوقت أقوم قراءتي اعتماد على شبكة مراحظتي الأداء القرائي إذن نذهب إلى قراءة الثلاث الأخير من هذا النص بعنوان أخوة صالحة ونعود لتسمة الأجوبة على الأسئلة إذن الجزء الرابع والأخير من هذا النص وهكذا نشأت هبة مع إخوتها إلى أخير النص إذن لنقرأ وهكذا نشأت هبة مع إخوتها واعتادت أن تجد فيهم سندا لها أثناء اللعب أو الدرس ولأنها كانت ذكية شديدة الذكاء نشيطة غاية النشاط فكثيرا ما كانت تدخل في المنافسة مختلفة معهم مثل سباق الخيل أو رواية الشعر أو لعب الشطرنج أو حل مسائل رياضية في الجبر أو الهندسة فكان طبيعيا أن تنشأ بين الإخوة ألفة ألفة عفوا نابعة من أخلاق فاضلة ترعرع عليها مع اهتمام بتحصيل للعلم والثقافة وبتنمية تضوق الفنون والآداب وبانفتاح على الكتب الطريفة والنادرة ولإحتكاك بأهل الصناعات والحرف ولتكتمل جخصياتهم وتنضج مواقفهم لأننا قرينا الجزء الرابع رجعوا الأجوبة لأفهم وأحلل إذن السؤال الثالث أفهم وأحلل أستخرج من هذا الجزء الجزء أضضاد الكلمات الآتية غباء انغلاق وفيرة إذن أنا استخرجت الأضضاد سبق لي استخرجت الأضضاد الكلمات الآتية إذن ضد كلمة غباء دكاء ضد كلمة انغلاق انفتاح وضد كلمة الوفيرة النادرة إذن أفهم غباء ضدها دكاء انغلاق ضدها انفتاح الوفيرة ضدها النادرة السؤال الرقم 4 السخرج من هذا الجزء ما يدل على دكاء هبة السخرج من هذا الجزء ما يدل على دكاء هبة إذن ما يدل على دكاء هبة أنا استخرج لكم بعض الجمل من هذا الجزء الجمل اللي كدت لها لدكاء ذي الهبة أول جملة كانت شديدة الدكاء تدخل في منافسات مع إخوتها في مجال رواية الشير أو لعب الشيطرنج أو حل مسائل رياضية في الجابر أو الهندسة ما يدل على ذكاء هبا كانت شديدة الذكاء تدخل في منافسات مع إخوتها في مجال رواية الشير أو لعب الشيطرنج أو حل مسائل رياضية في الجابر أو الهندسة ما يدل على ذكاء هبا كانت شديدة الذكاء تدخل في منافسات مع إخوتها في مجال رواية الشعر أو لاعب الشترنج أو حل مسائل الرياضية في الجبر أو الهندسة سؤال رقم خمسة فيما كانت هبة تشارك أخويها وعلى ما كانت تنافسهما وبما وصفها السارد إذن فيما كانت تشارك الأخوة ديالها وعلى ما كانت تنافسهما وبما وصفها السارد إذن كانت هبة تشارك أخويها في اللعب والدراسة وتنافسهما في السباق الخيل ورواية الشعر لعب الشترنج وحل المسائل الرياضية ووصفها السارد بالذكية والنشيطة إذن كانت هبة تشارك أخويها في اللعب والدراسة وتنافسهما في السباق الخيل ورواية الشعر ولعب الشترنج وحل المسائل الرياضية ووصفها السارد بالذكية النشيطة لنعيد كانت هيبة تشارك أخويها في اللعب والدراسة وتنافسهما في السباق الخيل ورواية الشعر ولعب الشيطرانج وحل المسائل الرياضية ووصفها السارد بالذكية والنشيطة السؤال رقم سسا أحدد فقرات هذا الجزء وأقترح عنوانا مناسبا لكل فقرة إذن الجزء مكون من فقرتين الفقرة الأولى من وهكذا إلى الجبر والهندسة العنوان المناسب دكاء هبة الفقرة الثانية من فكان طبيعيا إلى مواقفهم العنوان المناسب للأخلاق الفاضلة إذن الجزء مكون من فقرتين الفقرة الأولى من وهكذا إلى الجبر والهندسة العنوى المناسب لهذه الفقرة دكاء هيبة الفقرة الثانية من فكان طبيعيا إلى مواقفهم العنوى المناسب لهذه الفقرة الأخلاق الفاضلة إذن نمر إلى أركب وأقوم السؤال الأول ألخص شفاهيا هذا الجزء من النص في ثلاث جمل مفيدة وأقترح له عنوانا مناسبا ألخص شفاهيا هذا الجزء من النص في ثلاث جمل مفيدة وأقترح له عنوانا مناسبا إذن هبة الطفلة الذكية والنشيطة حيث كانت تدخل في منافسات مع أخوتها كل هذا جعل الألفة والمحبة تنشأ بينهم واهتمامهم بتحصيل العلم لم يمنعهم من تنمية أذواقهم الفنية والأدبية والاحتكاك بأهل الصناعة والحراف تكتمل شخصيتهم إذن هبة الطفلة الذكية والنشيطة حيث كانت تدخل في منافسات مع أخوتها كل هذا جعل الألفة والمحبة تنشأ بينهم واهتمامهم بتحصيل العلم لم يمنعهم من تنمية أذواقهم الفنية والأدبية والاحتكاك بأهل الصناعة والحراف لتكتمل شخصيتهم هبا الطفلة الذكية والنشيطة حيث كانت تدخل في منافسات مع إخوتها كل هذا جعل الأرفاء والمحبة تنشأ بينهم واهتمامهم بتحصيل العلم لم يمنعهم من تنمية أدواقهم الفنية والأدبية والاحتكاك بأهل الصناعة والحرف لتكتمل شخصيتهم إذن السؤال الثاني أبدي رأيي في علاقة الإخوة الثلاثة فيما بينهم وقيمة مجال اهتمام كل واحد من أبنائي أبدي رأيي في علاقة الإخوة الثلاثة فيما بينهم وقيمة مجال اهتمام كل واحد من الأبناء إذن يتميز الإخوة الثلاث بتربية جيدة على يد أبيهم صالح وعلى يد أفضل المعلمين والمربيين كذلك لهذا نشأ بينهم أولفا نابعة من أخلاق فاضلة ومع تشجيع الأدب والنصائح المستمرة اختار أنور مجال الصناعة وأنس علم البصريات أما هيبا فقد اهتمت بعلم الصيدلة واستخلاص الدواء من النباتات يتميز الإخوة الثلاث بتربية جيدة على يد أبيهم أصالح وعلى يد أفضل المعلمين والمربيين كذلك لهذا نشأ بينهم أولفا نابعة من أخلاق فاضلة ومع تشجيع الأدب والنصائح المستمرة اختار أنور مجال الصناعة وأنس علم البصريات أما هيبا فقد اهتمت بعلم الصيدلة واستخلاص الدواء من النباتات لنعيد يتميز الإخوة الثلاثة بتربية جيدة على يد أبيهم صالح وعلى يد أفضل المعلمين والمربيين وكذلك لهذا نشأ بينهم أولفا نابعة من أخلاق فاضلة ومع تشجيع الأدب والنصائح المستمرة مع تشجيع الأب عفوان والنصائح المستمرة اختار أنور مجال الصناعة وأنس علم البصريات أما هيبا فقد اهتمت بعلم الصيدلة واستخلاص الدواء من النباتات تثبت من صحة توقعات التي طرحتها قبل بداية وقارنها بما توصلت إليه من خلال قراءتي لأجزاء النص أستنتج سر التفوق سر التفوق هو نصائح الأب ودعمه دائم لأبنائه دراسة العلوم المختلفة والاهتمام بها والاندماج مع أهل الفلاحة والصناعة والتجارة والتربية الجيدة إذن سر التفوق هو نصائح الأب ودعمه الدائم لأبنائه دراسة العلوم المختلفة والاهتمام بها الاندماج مع أهل الفلاحة والصناعة والتجارة والتربية الجيدة سر التفوق هو نصائح الأب ودعمه الدائم لأبنائه دراسة العلوم المختلفة والاهتمام بها الاندماج مع أهل الفلاحة والصناعة والتجارة والتربية الجيدة بخصوص سؤال الثاني من أشدات الإطراء هذا الشكل المسرحي إذن أعزائي الكرام متابعي قناة إكور الشادلي اليوم سنكون كمنا القراءة المسترسلة في الوحدة الرابعة الأسبوع الخامس الفلاحة والصناعة والتجارة بعنوان سر التفوق بجميع أجزائه من الصفحة 142, 143, 144, 145, 146 إلى حدود الصفحة 147 من الجزء الأول إلى الجزء الرابع من كتاب اللغة العربية الواضح في اللغة العربية المستوى الرابع اتدائي نتمنى تكونوا استفدتم معنا في الفيديو فإلى فيديوهات قادمة إن شاء الله دمتم في العيس لله تحياتي ترجمة نانسي قنقر